السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير ما نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا لا نملك لأهلنا في غزة إلا الدعاء اللهم أحفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذ لهم اللهم أحفظهم بعينك التي لا تنام وارزقهم القوة والثبات والتكبين وبارك لهم في إيمانهم وصبرهم واربط على قلوبهم وأمدهم بجندك وأنزل عليهم سكيناتك وسخر لهم الأرض بما فيها ومن عليها اللهم نصر من عندك اللهم نصر من عندك ورحم شهدائهم يا رب العالمين قلوا آمين يا رب اليوم رح نعمل معكم وصفة سريعة وسهلة للعشاء أو للفطور خبز الثوم الكوري بطريقة سهلة وبسيطة وما رح تكلفك شي مقونات بالبيت أول إشي بنجيب خبز البرغر الخبز الجاهز بتقدر يتعمليه أنت بالبيت وبتقدر يتشتريه جاهز بنقطعها لا ست قطع لكن ما بنوصلها للنهاية أو ثمان قطع حسب ما بدك أنا إشي عملته ثمانية وإشي ستة بهاي الطريقة بس ما بنوصلها للأفير بتظل القاعدة موجودة كاملة هلأ بنجيب الجبن السائل بنضيف عليه ربع كوب من الحليب أو أقل أنا طلع خفيف شوي لازم أقل من ربع معلقة أو معلقتين حليب لأن الجبن السائل عندي كثير بأضيفه بكيس الحلواني وبضعه بالخبز بهاي الطريقة كل فتحة طريقة سهلة وبسيطة معروب بتأخذ منك وقت نهائيا بربع ساعة بتجهزها الوصفة وبتقدميها لأولادك شايفين بهاي الطريقة كل فتحة رح نحط فيها من الجبن وبنصفها على ورق من الزبدة هلأ خليط البيض بنضيف بيضة بنخفقها مع نصف كوب من الحليب هون كان التصوير موقف بنضيف لها ربع كوب من الزبدة السائلة بنسخنها بالمايكرويف تقريباً 50 جرام وبعد هيك بنضيف فلفل أسود ورشة ملح لازم نخلطها ممنيع وبنضيف أربع معالق أو ثلاث معالق من البقدونس المفروم وبعد هيك بنضيف ثلاث سنون من الثوم بنهرسهم وبنخلط الخليط كامل مع بعض هلأ بنجيب الخليط إما بالفرشاي بنتهن الخبز لكن إنك تأخذ القطعة وتغمسيها في الخليط البيض أفضل وأسرع إلك بنعمل كل الكمية بهاي الطريقة وآخر إشي بنأخذ من الثوم والبقدونس وبنضع عليها طريقة سهلة وسريعة إن شاء الله بتعجبكم غير عن الطعام شايفين بهاي الطريقة بنأخذ البقدونس الباكي وبنضع عليه بعد هيك بنضع كمية من آآ زبن المزارلة بالوسط وبس نخلص بنغير ورقة الزبدة اللي تحتيهم لأن السوائل البيض عليها أو الخليط وبنضعها في الفرن وبتأخذ تقريبا خمس دقائق أو عشرة بنشغلها من تحت وبعدين بنحمر وجههم بهاي الطريقة شايفين المنظر كيف منظر شاهي جدا وطعمها كتير طيب ورح يحبوها الكل وإن شاء الله تعمليها وتجربيها وتحقونا رأيكم فيها وإذا عجبكم الفيديو لا تنسي الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو وبالنهاية لا تنسوا الدعاء لأهلنا في فلسطين وغزة ويعطيكم ألف عفية